بسم الله الرحمن الرحيم بسم منصة تكامل الإنسانية نرحب بالدكتور هاني البنة رئيس منتدى العمل الإنساني العالمي ومؤسس منظمة الإغاثة الإسلامية في محاضرة قيمة من المحاضرات المنصة العمل الإنساني قيمة إنسانية جامعة تفضل دكتور حياك الله أزاك الله خير يا أخت مشام طبعاً بهني الإخوة والأخوات كلهم بخواتيم شهر رمضان المبارك أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركة جعلكم جميعاً من وطقاء هذا الشهر آمين ويكون خير رمضان ليس فقط المسلمين بل يكون لغير المسلمين كذلك فيما نقوم به من أجل خدمة الإنسانية جامعة إن شاء الله شريحة الثانية أنا تكلمت كتير جداً في حكاية التعريفات وعندي تقريباً حساسية كبيرة جداً من إحنا دايماً بنستعمل تعريفات بتجلنا من بره لذلك أول مدخل ليه في الكلمة اليوم هي التعريفات وآثرها علينا ليه لأنه نحن بناخد تعريف الناس فكروا فيه وبنحفظه ونطبقه زي ما هم فكروا فيه قد يختلف هذا التعريف في مدلوله ومنظومته فلسفته وفكرته وثقافته عن خصفتنا وفكرتنا وفلسفتنا لها لما أنا أذكر كلمة إدارة التوارئ وإدارة الشؤون الإنسانية بدأ النقاش فيها في أول الألفية هذه وتحولت اسم إدارة التوارئ إلى إدارة الشؤون الإنسانية وكلنا مشينا وراء هذا التحول اللي كان بتقوده مؤسسات ومية ودولية كبرى هذه بالنسبة لنا كلمة إنسانية فضفاضة وكبيرة وتحتوي الجميع فخرجنا من كلمة إميرجنسي أو ريليف إلى إيمانيتاريا والإثنين اليوم مدلولات في اللغة العربية مختلفة تماما لكن إحنا مشينا شبر بشبر ودراع بدراع حتى إذا دخلوا جوح ردب دخلنا وراهم خلاص المشكلة فين يا شباب في المقدمة بتاعتنا إن المشكلة في الفكر وليس في الكرش كرش والبط والأسف كل حلولنا بتقوم بتغذية الكرش وليس تنمية الفكر تغذية الكرش وننظر لأغلب المشاريع اللي بتقوم للنازحين واللاجئين وكذا 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 حنعيها مشاريع كرشية وليس مشاريع فكرية مشكلة يا شباب في المقدمة في فلسفة ما يأتينا من الآخر ناخده من غير ما نمرره على عقلنا ومتغفتنا وقيمنا وإحنا إحنا 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 العرب اللي صنعنا فلسفات علم الاجتماع اللي وضعه ابن خلدون رحمة الله عليه مشكلة يا شباب في قصر فهم المسؤول المسؤولة الجامعية والمؤسسة لا في ازدياد حاجة المغلوب على أمره من أصحاب الحقوق قصر الفهم يختلف عن ازدياد الحاجة لن نستطيع أن نلبي الحاجة إذا كان عندنا فهم قاصر مشكلة في الفكر التقليدي اللي بتتبعه مؤسساتنا وليس في المسار التجديدي اللي بتتبعه الآخرين اللي بيصدروننا الثقافات والتعريفات والأفكار بتاعتهم ده هذا جزء من منظومة هذا جزء من مشكلة منظومة تبعية التعريفات نحن بنعاني من منظومة سماعة تبعيتنا في التعريفات اللي بيصدرها الآخرين وهما عامل في إنجاح هذه التعريفات اللي بيصدرها لنا ونصرف العالم هو ايه؟ التواصل اللي احنا بنعملوش التشبيك اللي احنا بنعملوش التكاتف اللي احنا بنعملوش ما بنعملوش أيضا التكامل اللي بنعملوش التعاضل وبناء التعريفات اللي ما بنعملهاش وتكون الاتحادات عشان نعمل رؤى والسياسات استراتيجية تفيد العمل كله تفيد العمل كله هم بيتكتفوا ويتأزروا ويتكملوا ويتواصلوا عشان يصدروا لك فكر قد يكون يختلف عن فكرك الشريحة التانية ده أثر التعرفة العمل الإنساني مش هو العمل إغاثي فقط زي ما تغير التعريب بتاعه في الألفية دي عمل الإنساني في رأيي أنا الشخصي هو كل عمل يقوم بالإنسان ليس من أجل الإنسان فقط بل من أجل إسعاد كافة الخلائق والمحافظة عليها لأننا مستخلفين نحن مستخلفون على كل خلقة من خلقها الله سبحانه وتعالى فيها روح أو جماد أو ماء أو إلى آخر يعني العمل الإنساني بالنسبة نحن في اللغة العربية هو ليس من أجل الإنسان فقط بل هو من أجل إسعاد كافة الخلائق والمحافظة عليها جميع أنواع العمل الإغاثي دي جزء من عمل الإنسان حروب كورس طبيعية والحروب جميع أنواع كل هذا في تعريفاتي أنا أنا شخصيا تعريفاتي أنا لأنا أؤمن بيها لذلك أنا أقول اللي أنا أؤمن بي مش مهم أن أنا أردد ما يقوله الآخرين لكن المهم أن أنا أفهم ما يقوله عشان أستطيع أن أقول ما أريد أن أقوله وأوصله الآخرين هو أنواع التأهيل عمل التأهيلي بأهل المجتمعات في مراحل النموة الأفقية والرأسية الأفقية يعني التمدد الجغرافي الرأسية دي هي التمدد الفكري الأبعاد الفكرية الأبعاد الفلسفية الأبعاد الثقافية بتاعتنا والذي يدفع المجتمعات إلى النمو والرخاء العمل الإنساني عايشان هو عمل مجتمعي بيكون مؤسسات مجتمع مدني تقدم كافة أنسجة المجتمع المدني العمل الإنساني أيضا العمل الإنساني وعمل أهلي كل حاجات دي موجودة في التعريفات الغربية عمل تخيري عمل أهلي غير ربحي وبيقوم على الماضيات الفعارة للشراكات دون أن يكون في عائد ربحي هو عمل حقوقي في الدفاع عن المحتاجين وغير كده كل هذه بالنسبة لي أعمال إنسانية لأن تعريف إنسانيتنا تكون شاملة أسمل من الإنسانية المحددة للعمل اللي هو الإغاثي والعمل الطوارئ فخر اللي اتفقوا عليه في مطلع هذا القرض فضل إيه بقى العمل خاري باعتباره قيمة إنسانية جمع إيه أهميته بقى العمل خاري مفهومه والعمل التقريدي اللي يخرج من الجامعات الخارج ده اللي إحنا عارفينه اللي علمه لنا يعني اللي هو زكاة الفطر كفالة اليتيم كفالة الأرمالة كفالة الطالب الشنطة المدرسية اللي بتقوم بها دور العبادة فإحنا علمونا وإحنا شيئا بصغالين دي كلها اسمها إيه أعمال خيرية أعمال خير مش أعمال إنسانية لو ده هو عمل خير فهو جد من عمل إنساني أنا بتكلم عنه ده ما نقولت في النقطة اللي فاتت تعود شريحة إنهم غيروا تعريف الإغاثة والطارق من ريف الاميرسنسي لحاجة اسمها هيمانيتيريان يعني الناس حجموا حجموا كلمة إنسانية للإغاثة والطارق أما إنسانية عندنا إحنا في لغاتنا العربية فهي وسعة مترامية الأطراف فده بالنسبة لنا كلمة عمل خيري اللي هما بيعتبروه هما الآخرين إنه هو عمل تقليدي مش عمل مهني أو حرفي عمل مبادرات عمل جمعيات صغيرة عمل محليات لكن هو جوزء كبير جدا من العمل الإنساني أما يتكلم عنه أو العمل الإنساني أنا أتكلم عنه الشريحة لبعض كده للعمل خيري في مبادئ وأخلاق وقيم ما فيش عمل في الدنيا يستطيع أن ينمو وتقبل المجتمعات دون أن يكون عنده قيم ومبادئ وأخلاق عمل اقتصادي عمل سياسي عمل رياضي عمل مهني حرفي عمل صناعي عمل أمني عمل عسكري كل هذه الأشياء لابد يكون عندها بين مبادئ وأخلاقيات المهنة عمل تعليمي عمل تربوي يكون هذه الأعمال الخير ده أو الأعمال اللي بتكلم عنه ده هو بنقوله متعارف على هذه الأخلاقيات والقيم والمبادئ علشان إيه هذا بقى تحسين واستقرار الأمن والأمان المجتمعي لكافة أفراد المجتمع لكافة أفراد المجتمع هو أيضا فطرة ما فيش مخلوق ربنا خلقه اللي بيحب عمل خير يعني النملة لما كان بتحاول تحافظ على أخواتها النملة من جيس سليمان هي وظيفة ومهمة وعمل خير في نفس الوقت وهاكذا هتلاقي كل الحيوانات والطيور والحشرات بتحاول تسعب بعضها البعض داخل الأسرة اللي بتكونها نهيك عن الإنسان اللي هو ربنا خلق له كل هذه المكونات الخلاقية في الحياة لكي يتخدمه ويخدمها يبقى هو فطرة موجودة داخل كافة خلاق وهو فرد عين تكليفي معناها إيه معناها إفعال الخير إفعال الخير ربنا الخير ده مالوش حدود يعني حتى وحنا في العشر الأخير من رمضان دخل سيدنا عبدالد مصعود على شاب معتكف وقاله لو قد سمع تصاحب هذا المقام أو هذا القبر يقول المرء أو المؤمن الذي يخرج في طلب حاجة أخيه استجابة حاجة أخيه بيكون هو خير له من أن يعتكف في مسجدي هذا شهر أو شهرنا حسب الرواية يعني معناها إيه؟ يعني معناها قضاء حوائج المستضعفين في المجتمعات في أهم أوقات العبادة الفردية لنا في السنة اللي هي الأعتكاف في رمضان تكون أكتر أكتر نفعا للمجتمع من العبادة التي بتعطي شخصية بعتكف عشان إيه؟ أزكي نفسي أما قضاء الحوائج بتاع الناس ده فدي عبادة مجتمعية فهو فطرة وأغلى الماضيات الإنسانية بتكون تبدأ عاطفية حريقة زلزال فيضان اغتصاب قتل كاوه هكذا سلب إلى آخر وبقيم بتتحول بطريقة حب الخير يعني إيه؟ بنشوف منظر قدامنا إن حد بيغتصب حده وبيقتل حده وبيضرب حده نفعل عاطفيا وبعدين بيحاول بعد كده نفجر طاقاتنا لكي نوجه أمكانياتنا علشان ننمي هذه العاطفة داخل أفئلاتنا وبالتالي ننميها داخل مجتمعاتنا يبقى هو بيبدأ عاطفيا فعاليا تحب الخير وعمر الخير بجعل الإنسان يفجر طاقاته وملكاته وأستطيع أن يتمكن في حب المجتمع له وحبه المجتمع فنحن نبدأ بطريقة عاطفية هذا العمل هي بذرة العمل الخير العاطفة هي بذرة العمل الخير من يملك الجمعية كتير جدا من الشباب سألنا السؤال دا يمكن في خلاله عشرة أو عشرين سالفة اللي يقول لك المتبرع اللي يقول لك رئيس مجلس دارة اللي يقول لك المؤسس اللي يقول لك الموظفين اللي يقول لك مش عارف الحكومة كل دول مش اللي احنا عايزين هو الذي يملك المؤسسة بالدرجة الأولى هو أصحاب الحقوق من الفقراء والمحتاجين المساكين لأن يأتي المال لهذه المؤسسة من أجل إسعاد أو إدخال الباقة أو السرور على أصحاب الحقوق ثم فيما بعد ذلك المجتمع وحذاري لأي مؤسسة أو أي مجلس إدارة أو أي شخصية أن تحق بالمعلومة عن المجتمع المجتمع هو المالك التاني للمؤسسة المالك الأول المؤسسة اللي عنده اللي هو يعني زي ما تقول إيه أصول بنبتة يعني يعني يكون الفقير اللي هو أصحاب الحقوق هم عندهم خمسين في المية من اللي هو أصول هذه الملكية ويكون المجتمع عنده خمسة وعشرين وثلاثة في المية وباقي الأشكال دي كولها خمستاشر لعشرين في المية أما الأصل الأول فهو الأصحاب الحقوق والذي يغفر عن هذا فهو جاهل أو متجاهل أو مغرد أو يحاول أن يسيس هذه الجمعيات بقوانين إن لم تخدم صاحب الحق الأصلي فما لنا بهذه الجمعيات يعني صاحب الحق الأصلي هو ده اللي بيصرف علينا من الدخل بدنا مرتبات وبدلات وصفر وكل حاجات دي كلها من يملك الجمعيات فضلوا إزاي نعمل عمل إنساني بقى لابد ما فيش عمل إنساني حيكون ملموس وملاحظ وعنده أثر إلا من خلال جمعيات من انشاء صراحي واحد يقول لك ده فيه مبادرة ما فيش مشكلة نبدأ بمبادرة ده فيه فكرة ما فيش مشكلة نبدأ بفكرة ده فيه رأي ما فيش مشكلة نبدأ برأي وهكذا ما فيش مشروع ما فيش مشكلة نبدأ بمشروع كل هذه الأشياء بعد أن نبدأها بطريقة فردية عاطفية فعليه لابد أن نحولها إلى شيء معيكل شيء لأتر وسياسات وستراتيجيات ورسالة وقيم وإخلاقيات ومبادئ ومحاسبات ومرقعيات كل هذه الأشياء بإن بدأنا بطريقة فردية فلابد أن نحول هذا العمل إلى أن يكون من خلال مؤسسات مكتبع المدين بتعمل مؤسسات مكتبع المدين بتقدم خدمات اجتماعية اللي هي إيه بشيلي على مزاقها وقد يقولك أنا أعمل جمعية عشان تعمل كذا طب المجتمع مش هايز كذا ده تعمل خدمات اجتماعية اللي بيحتاجها المجتمع ليه؟ لأن مؤسسة المجتمع المدني دي هي الشريك الثالث ليه؟ في بناء الدولة وبناء الوطن مع الحكومة ومؤسستها ومع اللي هو قطاع الخاص أما بالنسبة لعالم العربي أنا أعتقد أن فيه أربع شركاء لأن إحنا إحنا والأسف في العالم العربي نحمل البحث ونحمل الدراسة ونحمل الفكر ونحمل التوجيه فعننا في العالم العربي لابد أن نضيف بالرغم من هو جدء من مؤسسات المجتمع المدني لابد أن نضيف إلى مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص اللي هو الرفحي مؤسسات البحثية الأكاديمية اللي إحنا ما نتكلمش معها خالص والفكرية التوجيهية اللي إحنا عمرنا ما أسسنا مؤسسة اللي هي مسميها أبدا وهم المؤسسين دول أساس تغيير السياسات والاستراتيجيات والتوجهات في العالم كله اللي هم البحثية الأكاديمية والفكر التوجيهي فضلا من أدوار بقى مؤسسات المجتمع المدني أول دوقت من أدوار مقاومة المتغييرات السلبية في المجتمع محليا وعالميا بتشوف قاعدة على الأرض بتشوف كل مشكلة في الأرض بتشوف كل سلبية في الأرض بتكل كل فجوة في الأرض في المجتمع عزي Again في المجتمع تشوف كل فجوة في المجتمع وبتحاول تملأ هذه الفجوات وتحول هذه المتغيرات السلبية إلى متغيرات إيجابية على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى الحي على مستوى القرية على مستوى المحافظة على مستوى الوطن على مستوى القارة على مستوى العالم شايفه ماشي ازاي من الفرد انها المؤسسات دي بتفهم القيمة العالمية للدور المحدد او المحدد لأفاق يحدد آفاق لعمل الإسلامي الإنساني خارج بلادنا العربية والشرقية تحدد في الخارج إلا أنا بيخليني أنفعل يا شباب وكلكم شباب إن شاء الله إن أنا أصبح مليش دور في رسم هذه الآفاق إلا أنا قيمتي إيه مليش قيمة إلا بربط الجمعيات دي المؤسسات دي تفهم قيمة العالمية للدور المحدد والمؤثر لآفاق العمل الإنساني في العالم كله وليس فقط على مستوى الوطن النقطة الثالثة تكون متنافسة مع مثلاتها الدولية كان عندي مؤسسة تطلع مثلا من سوريا أو من اليمن أو من العراق أو من تركيا أو من مصر أو من الإمارات أو من البحرين أو من ليبيا أو من تونس أو من الجزائر أو من مغرب أنني بدت تعمل مؤسسة دولية فطرح القضايا المطروحة وهي كمان تضع على طولة الاجتماعات قضية عندها محرورية عشان تفرضها على أجندة المنفع وكذلك تجد الحلول طرح القضايا الشيء وإيجاد الحلول المجتمعية لهذه القضايا الشيء تاني وإيجاد الحلول لا يبنى إلا على البحث والدراسة لأسل عن طرية في الكلام ورغوائية في الأصوات اللي حد نعملها دي النقطة الثالثة النقطة الرابعة أن المؤسسة بتاعت المجتمع واني متمثل الثقافة معينة فكر معين قيمة معين مجتمع معين وطن معين يبقى الوطن اللي هي خارجة منه ده ما بترفع عالمه سواء كانت في قطر أو زي ما قلت في السعودية أو في الأردن أو في البحرين أو في الكويت يبقى في سعاداء كده يعني أديكم مثلا عندي حصل في 2001 بعد اللي هو الحرب الأفغانية اللي هي حصلت دخول القوات الشمال فيها في نوفمبر في 2001 كان مازال عندنا المكتب بتاع الإغاثة موجود في كابل وكان هو المكتب الوحيد لدولة بريطانيا المؤسسة الإنسانية هنا كل مؤسسة أخرى مش فطلبوا تقرير إنساني عن وضع الإنساني داخل أفغانستان في نوفمبر 2001 فجيش شعب اللي كان مدير المكتب ده الشعب اللي كانت تكمل 30 سنة خلي بالكم الحدثة ليه شعب ماكملت في 30 سنة ومدير المكتب في منطقة من أخطر المناطق وكان يتحدث عن الوضع الإنساني المتفاقم في شتاء أفغانستان القارس لأكتر من ألف عدوا في البرلمان ومجل الشيوخ داخل الدوائر التلفزيونية الداخل إيه؟ إحنا كنا سعاداء لأن البيتكلم ده كان بيكلم إيه؟ بيكلم بإسمين نحن؟ إيش بإسم هو؟ كان بيكلم بإسم المؤسسة كان بيكلم بإسم الوطن كان بيكلم بإسم الثقافة كان بيكلم بإسم الفكر كان بيكلم بإسم الفلسفة كان بيكلم بإسم العقيدة نضحي بأنفسنا ومخرجناش من أفغانستان عشان نقف ونقول لكم ما هي أبعاد مشاكل القضية الإنسانية في أفغانستان إن لماذا تتكرر بعد 21 سنة في يومنا هذا ولم تتغير ولم تتغير يضيف إليها الآن بقى اللي هو ماذا تفعله داعش في أفغانستان زي ما إحنا إيه؟ ندعو لمن استشهد ونسميه شهداء في الأسبوع الماضي من التبقيات اللي حصلت في أحد المساجد العمل خيري من أدواء المؤسسات من التبقيات الماضي إيه؟ لابد لابد اللي زامن عليها تجدد الدماء وتبرز قادة جدد 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 ما يبقى إنسان من نينة أو المرأة من نينة أو الرجل من نينة حتى عشرين تهتنا ربعين سنة في مكانهم ما يتغير غلط شباب يطلعوا يستطيعوا أنهم يعملوا على الساحة المحلية ويفهموا الأبعاد الدولية للرؤى المستقبلية للعمل الإنساني الدولي لابد إبرازها نقولها القادة جدد نقطة تانية يا شباب الشريحة التانية من أسباب نجاح في العمل الإنساني إيه بقى نصلي على النبي وإحنا إيه رايحين إيه نفتر بعد شوية الساعة أربعة في مكة دلوقتي يعني أنا أصنع كده ساعة ونص لسا شوية على الفطار أول حاجة الإتقان أول حاجة الإتقان وحرددها خمسين مرة وأنا بأضرب بها المثل في شركة إحنا عملناها الملابس المستعملة ننبيع الملابس دي من أول يوم كنا بنعرف نقول لا مش حندلس لا مش حن ننشيل العاطلة على الباطل فأصبح اللي هو القائمة الانتظار ستة شوية عندنا تمانين صنف من الملابس بالفصول المختلفة والنساء والرجال والمحجبات وغير المحجبات وكل حاجات دي كلها والأطفال إلى آخر وأصبح إتقان العمل في تصنيف الملابس القديمة هو جزء من نجاح الشركة في بعض السنين سبعمائة ألف وتوانمائة ألف وقريبة مليون جنيه أرباح إتقان العمل من طريق هو طريق الحصول على الأجوة الصابيخية نعمل اتنين يعني في الإتقان العمل ربنا رسول العسلام قالوا ما يحبه هذا عمل عملكم أحد فايقنه وإتقان العمل ده يا شباب هو بداية ايه الاكتشاف والإبداع الاكتشاف والإبداع وسر النجاح في العمل الخير أنا ما يهمنيش كم من المال أنا جمعته يهمني حينما أجمع هذا المال أن أنا أكون متقنا وحريصا على كيف أصرف هذا المال وكيف أن هذا المال حينما يصرف كمشروع يكون له أثر مجتمعي إيجابي على المجتمع اللي أنا بعمل معه ده بنسبة للإتقان دمرة واحد دماثنين حسن خلق ما ينفعش زي ما قلت واحد يكون بيشتغل بتكلم قال الله وقال الرسول وقال عيسى وكان موسى هو أخلاقه زي الزفت مع مراته مع مرؤوسي زي الزفت مع مراته مع النساء زفتين وثلاث أزفات مع الأطفال خمس أزفات وعشر أزفات ما ينفعش ما ينفعش إنما بعثته لوتان من مكان من الأخلاق قاعدة المجتمعية تبنى على أساسها المجتمعات مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق للمجتمعات إن يكون عنده رسالة أو يكون الأخت عندها رسالة أنا مش رايح عشان أتصور وأعمل رحلة أنا رحت إيه يا هاي أنا رحت أفريقيا والنس غلابة قوي وخدتنس وقتنس هناك إيه كلام العبيد ده كلك رسالة وكلناك رسالة ما تحسش نفسك إنك متتصعب على من ينفق عليك اللي سفارك أفريقيا وسفارك أفريقيا وسفارك أسيا وسفارك أسيا هو اللي أنت بتصعب عليك ده اللي دفعك تذكر الطيرة هو الطفل اليتيم ده اللي أنت يمفروض تكون خادم وأن تكون خادمة لا في نفس الوقت أصحاب رسالة وأصحاب قيم ومبادئ ولا ولا لمين لله سبحانه وتعالى نمرة واحد وللرسول ودينه ده جانب ثم للمجتمعات اللي إحنا بنخدمها وأصحاب الحقوق اللي إحنا بنخدمهم ثم المجتمع اللي إحنا نشأنا فيه لأننا بنمثله ثم المؤسسة اللي إحنا فيها ثم الإدارة اللي إحنا فيها ثم 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 لولادات كتيرة نقطة اللي بعدها في الأسباب النجاح نحترم الثقافات الأخرى قبل ما نذهب لأي مكان في العالم عشان نزوره سواء كنا نروح من أجل التفسح أو السياحة أو من أجل العمل الإنساني والخيري يبقى لابد نعرف أن عادت الناس عادت الناس دي وتقاليدها إيه عشان نحترمها قد يكون اللي عندهم العادات التقاليد تختلف عندنا بما نتهكمش عليهم لأنهم فخراء أبدا 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 نطبق المعايير الإنسانية في حاجة معايير الإنسانية فيها كذا وكذا 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 نعرف إيه ونطبقها وقبل ما نطبقها على غيرنا نطبق على أنفسنا نطبقها رئيس مجلس درع على نفسه نطبقها الرئيس على نفسه نطبقها المدير التراتيفزيز على نفسه قبل ما نطبقها على العمال الزحت نبني الشركات وتحرفاتنا بسبب نجاح ازاي هتقوي نفسك واشده عادك باخيك. انا بس مش شايف الحاجات اللي تحت يا فاطمة مش عارف الكلمة اللي هو ممكن نشيلها من هنا بتاعت رواد دي. المربع ده عشان مش عارف اقرى الكلمتين بتاعت دي. البتاع بتاع رواد اللي هو الصورة دي اللي تحت دي. ممكن تزلوها لو سمحتوا حطوه على جنب. علشان انا مش عارف مش عارف اقرى. سمعيني? هلو. ايوه ايوه دكتور اسمعك. بس اعتقد هي من جهتك اه انا كيف مش عارفة كيف اشيلها. لان انا ما حطيتها. طب. بناء الشراكات والتحالفات. انا بس يقريني انت اخذ سطر. بناء الشراكات والتحالفات وبعدها الانفتاح على المجتمعات فكريا وثقافيا وقياميا. طيب. انا لابد انفتح. عشان انجح. اكون بيتي من جوه مرتب. وقوي. ومتماسك. استطيع بفكري ان اتدافع مع اي فكر. بثقافتي اتدافع مع اي ثقافة. بقيمي اتدافع مع اي قيم. ليه? لان انا واثق في نفسي. وبنيت مؤسستي من الداخل. ده الاخرين. كما يعرضنوا هما. هم بالناس بيحترموا هذا الامر. لما عايزوا يشوفوا انت بتفكر ازاي. واي ثقافتك واي قيمك عشان يحترموها. الشريحة التانية. يحصل ايه بقى يا شباب لما يكون احنا ما عندناش في امكانيات. انا يمكن فاخذ المحاضرات. اتكلمت عن نظرية الحمار. نظرية الحمار دي اللي انا مريت فيها. قلت ان واحدة شباب صغيرين كنا بنشتغل شغل حمير. بمعنى ان احنا بدلا ما نشتغل خمس ساعات في اليوم نشتغل عشرة. ما نشتغل خمستاشر نشتغل عشرين الى اخير. سواء كان في الدراسة. ما كنا في سنوي وعدادي. سواء كان في الكلية الطب لما كنا هناك. سواء كان في الدكتوراه الى اخير. قلتوا يا شباب. ما تعتمدوش فقط على ايه? على المنصات المجتمع قلتوا ستماع دي بس ايه? انا جبتها لا. ده انت لابد انت لو انت عايز تعمل احداث وتغيير في المجتمع. لابد يكون عاملك. كنت انا في الضوحة مع بعض الشباب. وقالوا احنا بنشتغل يعني اربع خمس ساعات في اليوم وبنام تامن ساعات او عشر ساعات. زعلت انا اوي. زعلت اوي اوي اوي. ايه عشر ساعات دي? وايه تامن ساعات دي? طب الحمار راح فين? اخذي بالك يا شباب انا بحب الحمار. كان فيه اغنية بتقولك بحبك يا حمار. لان الحمار عنده صفات اتمنى الله اتمنى اتمنى ان يكون اشتغل مع ناس وانا منهم يكونوا بيشتغلوا كالحمير. دي المرة واحد. اللي هو الايه? اللي هو الدقابة في العمل والاتقان للعمل. دي المرة اتنين ان انا اعود هذا النقص المادي بالقراءة والاطلاع. ولما لاقي فيه ورش تعمل مجانية اروحها. لما لاقي فيه مؤتمر مجاني اروحه. عشان اتعلم. انا ما عنديش فلوس. يعني مرة من المرات لما سقلت في متحان اللغة. وانا بعمل اللي هو متحان الرخصة. عشان اشتغل في بريطانيا في السبعينيات. كانت معي فلوس. كنت بعد مع الاسيس. وبروح الورس اللي بيعملوها دي كلها ببداعش. عشان اتعلم استقافتهم. وفي نفس الوقت ادنى امرن نفس ايه? على التحدث باللغة الانجليزية. ده الحقيقة حصلت دي. اخش في تجارب مختلفة عشان اتعلم منها. واستفيد من تجارب تانين. يعني وانا معايا جمعية اخرى وتانية وتالتة واربعة. ده انتوا فشلتوا ليه? ده انتوا نجحتوا ازاي? اتعلم منهم. اتعلم منهم. لان التعلم ده يعني ايه? يعني علشان الخبرة بتاعتهم دي اخدها جاهزة. اخدها جاهزة. ما دفعت الشيء ولا مالليم. نبني شركات مع الآخرين. لان برأي الشركة دي هتقلل التكاليف الإدارية. وهتقلل التكاليف المالية المشروع. ده هنعمل مشروع مليون مليون ليرة. ولا اتنين مليون ليرة. ولا عشر مليون ليرة. او في مثلا دينار. نصف مليون دينار او مليون دينار ايه الاخير. فلما يكون في جمعيتين تلاتة مع بعض او اربعة. كل واحدة يدفع مئة الف او مئتين الف. غير لما يكون جمعية واحدة. ما عنداش المليون. نعمل حوارات داخلية في المؤسسة نفسها. تعرفوا ليه? وورث عمل في المؤسسة. تعرفوا ليه بين العاملين. علشان قد يكون الحلول اللي عندنا في المؤسسة هي عند العامل اللي ايه? اللي هو الحارس والبواب والسائق والمنظف. مش عند المدراء. ونحضرهم معانا. دولهم ايه رأيك? ايه رأيك? ايه رأيك? ايه رأيك? ايه رأيك? ونجيب حاجات كالجلسات المتطوعين كذلك. ونجيب السركان عشان نتعلم منهم. ما عندش فلوس. الافكار دي تعتبر كنوز. كنوز مادية. ها? والمانحين المتخصين للاخر. يعني ليه اخر واحدة فاطمة? هنا عامل الثقة بين المدراء والعاملين والمتطوعين والمانحين. الثقة مهمة جدا. مفيش مؤسسة هتمشي الامام وكل موظف فيها بيبص الورا. او بيبص جنبه. او بيبص فوقه. او بيبص حواليه. يعني مش واثق في اللي حواليه. ده بيتكلم على ده. ودي بتتكلم على دي. وده صاحب ده. ودي صاحب الده. وكلنا اصبحنا ايه? يا ريت عزب اصبحنا افراد متشاكسين. لو الانسان الموظف مش واثق في قدرته عمره محياتك. انا هكون كل اللي منتظره هو انه امتى انا هاختق عشان يرفضوني من الوظيفة بتاعتي. فده الثقة. فلابد مسؤول المؤسسة. للمدراء الكبار ورؤساء المجالس الدولات هم يبثوا الثقة دي في مين? في المنظف. وفي الحارس. وفي الساق قبل ان يبثوها في رؤساء الادرات العليا او مدراء الادرات العليا. بالتالي نروح للميدان ونشتغل مع اصحاب الحقوق. نكون احنا واثقين في ارسالتنا. واثقين في مؤسساتنا فنقاتل على تحقيق اهداف المؤسسة وارسالتها وستراتيجيتها وقيامها واقلقة في داخل هذه المجتمعات. فتؤمن بها المجتمعات. بعد كده يا فاطمة. يعني ايه متعلمة? معلمة. مؤسسة معلمة ومتعلمة. يعني انا اعلم اللي تحتي. وتعلم من اللي فوقي واللي جنبي يعلمني واللي ورايا اتعلم منه. يعني كل واحد فين يعلم التاني. يعني في المؤسسة يا شباب ما فيش معلومة اسمها تكون خاصة على على قطاع معين. او خاصة على شخص معين. او خاصة على ادارة معينة. ابدا. وما فيش مؤسسة تقولك المعلومة اللي عندي دي. دي بتاعتي. لا هي بتاعة المجتمع. بتاعة المجتمع اللي اديك في الوسف. و اديك ابناءه. و اديك المعلومات اللي انت بتتكلم عليها عشان تؤثر بها وتنظر بها امام المجتمعات الاخرى. دي بقى انت قائد وهم عادين ايه وراك ولا شيء. يبقى المؤسسة المتعلمة المعلمة. يجب عني نجب عن نصب هذا الشخص او المؤسسة المعلمة المتعلمة. وده معناها متعلم من الاخر وانه يعلمه في نفس الوقت. اوعى ما تعلمش اللي حواليك. اوعى وحذاري. لان اللي صرف عليك في وظيفتك دي هو صاحب الحق اللي ما عندوش وسيلة يتعلم. ما عندوش وسيلة يعيش عيشة محترمة. ما عندوش وسيلة يسكن سكن محترم. او يلبس لباس محترم. او يأكل لأكلها محترمة. فاوعى. واوعي. وحذاري. وانا بزعها هو. اني ما تعلمش اللي حواليك. سواء كان اللي حواليك دي العمال او خدام او سائقين او او الاخرين. دي المرة واحدة. الكبير يعلم الصغير. والصغير يتعلم من الكبير في نفس الوقت. دي المؤسس معلم المتعلم. القاسي مننا. اللي مسلا ايه. اما انا اقول ان انا عندي مكتب في افغانستان. او مكتب في الصين. او مكتب في الهند. توقع الهند دول. يجوا علموني. توقع الصين. يجوا علموني. توقع الافغانستان. عندهم تجربتهم بسرية. وبتختلف عن اللي عندنا هنا. في تركيا. او في السعودية. او في مصر. او في ليبيا. او في تونس. او في جزائر. او في الكويت. او في الامارات. او في داخل هذه المنظومة متناسقة ومتمسكة داخليا. كأنه نظام كده. بين افراد. من العامل والحارس. من المدير الرئيس. داخليا. فكل ماشي زي خليط النحل. عارفين خليط النحل? زي الخلايا اللي عايش فيه او ايه ودي النمل. عارفين ودي النمل المعلوم ازاي? ودي كبير. لكن كل واحد فيه متماسك ومتناسك في عمله معه داخليا. وخارجيا. كنت دورة التعليمية منتشرة خارجيا. عشان ايه? عشان شيء واحد. البحث عن المعلومة التي تنقصنا. فنصنع منها المبادرة التي نحتاجها. ايه? لخبط المجتمعات. يبقى داخليا. متناسقة متماسكة. بين افراد من العامل والحارس المدير والرئيس. وخارجيا. ها منتشرة. ها? للبحث عن المعلومة. فسيحة في الارض. مش السياحة فقط. سياحة امات الجهاد. والجهادنا في العلم. طلب الرزق. في الدفاع عن الانسانية الاخيرة. خارجيا. منتشرة خارجيا. في البحث عن المعلومة تنقصنا ونصنع منها المبادرة التي نحتاجها لنخدم بها المجتمعات. ليس نخدم بها انفسنا. لان العلم والتعلم والثقافة والتثقف والفهم والتفاوم ما هم إلا مسارات لبناء المؤسسات. ها? وتماسك المجتمعات وتشييد الحضرات. الاصل العلم والثقافة والفهم. لذلك اول كلمة في القرآن وانزلت كجزء من آية كانت اقرأ. وانا بكررها في كل مرة. واقرأ مش معناها ان الصغف العظيم رب الله مش عارف سيد محمد ما هو بقارق. او سيدنا جبريل ما عارف ما سيد محمد ما هو بقارق. او ما عارفين ما هو بقارق. لكن اقرأ يعني ابحث عن العلم وعن المعلومة اللي كتصنع المجتمع. كتبني المجتمع. كتبني الحضارة. كتبني النهضة. كتبني المؤسسات. اللي بعدها اختفطنا. ايه عام التمييز دي? بعد ها. قد يكون متكرر فيها. ان انت اصلا هتكون متميز في ايه? كل بيعمل نفس الموضوع. رمضان وقضاعي وقرباني وكذا وكذا وكذا. تعمل حاجة جديدة. اسمها ايه? ثقافة الجودة. الجودة? يعني ايه الجودة? والاتقان والتميز. اذا عامل على احدكم عامل فليدخنوا. يعني ايه? انا لما حكفوا اليتيم. وهقول عليه. ان انا بعمله برنامج. يبقى من الاف لليه. عشر نقاط. بنفزها بالزبط. بحيث لو اي مانح او اي انسان راح تكلف مع اليتيم. لان مالا من الموجود انا. هيقولول ده بيعمل كذا وكذا وكذا. فايف انا اتقنت. ليس فقط اتقنت واجت في الاتقان. الجودة ايه? في الخلق عند المتقنين. يعني ممكن تتقن العمل لانك حالة في مهنة. لكن تكون جيد يبقى ده شيء تاني. الجودة معناه ان انت عندك خلق قريم يضاف الى المعلومة اللي هي المهنية الحرفية اللي عندك. يبقى ايه? اللي اتقنت شيء. والجودة الخلقية شيء تاني. والتميز في العمل انك العمل كلهم بيبنوا. يعني مثلا احنا ايه? كان فيه بلد من بلدان. كنا احنا فيها ابن. كان حصل فيها فلدان اسمها ملاوي. فكان فيه جمعية بتبني ب 1500 دولار او 1500 جنيه. وكان الجمعية تانية بتبني ب 5000. فطبعا المانح قال لك لا انا احرار ب 1500. السنة اللي بعدها حصلت مطر راح البيت. بصوا الجمعية اللي خد ب 5000 البيت موجود. يعني معانا ايه? معانا لما خد الخمس الاف. خدها على دراسة. وعلى بحث. صحيح يا عادتها لكن العائلة عارفة ان في بناء هذا المنزل. في مقومات لتقاوم تغيرات طبيعة. التاني ما فيش. فبعد اتناشر شهر الالف وخمسمائة جنيه راحوا. فطبعا فيه حاجة بالانجليز يقول لك ايه? يعني اللي بيقصص بقا في المدنيات دي. الشتار دول مش حامشوا معانا. دي المرة واحد عشان اتقافت الجلد وقتقان والتميز. دي المرة اتنين روح الابداع. تخلي المتطوع عندك. تخلي اللي هو الموظف الصغير عندك. وتخلي الموظف اللي عندك انت كرئيس مجلس دارة. انت كرئيس مؤسسة. انت كرئيس قطاع. او كرئيس مجلس دارة تخلي. تقول لهم انا عايزة كل واحد فيك ويطلع عمل مبدع. يتحدث عنه الاخير. دي بقى الروح التنفسية اللي تخلق الابداع. تنشر يروح التعلم. المستمر. فوق يقول لدي علم عليم. في العمل. والعمل الخيري والانساني والاجتماعي. وكل حاجة الاسائل اللي هي الاسماء الكثيرة دي كلها. لا يتوقف. ليه يا شباب? لان المجتمع ينمو عندنا كل يوم نمو معقد مركب بالثانية. بالثانية او بالفانتوم من الثانية. ولحنا لسنا لنا دراية بيه. والذي يبقى انا اخلي كده الانسان اللي عندي الشاب الصغير ده والشابة دي. والموظف يعني عايز ايه? بيدور على الابداع عشان يبدع المجتمعات. او يبدع الاشياء عشان يخلي العمل بتاعه مبدع للمجتمعات. بناء على التعلم المستمر. ارجع. الثقة اللي احنا كلمة عنه في الشريحة اللي فاتت تعزيز ثقة المجتمع بمنظمات العمل الخيري. يعني ايه? يعني الوقت بحصل في بعض عدم ثقة عند بعض المنظمات السورية في المكن معينة. خاصة في الداخل السوري. ايه شعات ومش اشعات وكله كله كلام فرق. انا عايزي نستخدم عند مجتمع زي ابناء. اعرم المجتمع. اكون عندي شفافية مطلقة مع المجتمع. اكون عندي مرجعيات المجتمع يعرفها. تكون حساباتي على الملأ. مستخبية. لو اخطأت اقول للمجتمع انا اخطأت. لو انجزت اقول المجتمع انا اجزت. عشك المجتمع معايا في رسم مسيرة البرنامج الاجتماعي او التنموي او الثقافي او التعليمي او الاغاثي. من اول يوم. فانتخفية المجتمع. وضع مرجعيات زي ما انا قلت. واسس لقياس الاثر. ازاي انا حيث الاثر. انا دخلت في قرية من القرى وقلت انا اصرفت مليون دولار. على مية وعلى تعليم وعلى صحة وعلى كذا وعلى كذا. طب فين الاثر. طب كم واحدة اتعلم. وكب بنت اتعلمت. ولما اتعلموا بقوا عاملوا ايه. اتعلموا فسنا التعليمت دا ايه. هل دخلتوا معا تنم كتاب وحفظتوا في القرآن فقط. ولا اصبحوا يحفظوا القرآن. ويفهموا القرآن. بقى العمال الاخرية. ولو طلع عالم دين. وبعد تأثيروا في المجتمع. يبقى قياس الاثر يكون مهم جدا. نخلي المجتمعات اخفينا. ننشر افضل ممارسات والتجارب. اللي احنا عملناها. عشان نشجع الشباب اللي هم مش منضمين العمل الخيري او العمل الانساني انه هو يعمل حاجات احفظ من كذا. نستفيد من التطور في المجالات العلمية والتكنولوجية والتصالات والتواصل. في بعض الوسائل النكحة في التميز ومبتكرة هي زي بدا. علاقتنا مع بعض. عشان نجمع الجاية عشان نجمع الابوات. عايزنا مثلا نتفق مع شركة من شركات انا ايه تتبرع لنا مثلا بمليون ميل. او بعشرة تلاف ميل. علشان مش عايزنا مش يحديك فلوس ايه. لكن همانتك والله انا المليون ميل اللي هتدوم لك. دول حيكونوا يساووا مثلا خمسين او مئة تسكرة طيارة. تاخدوا في خلال سنة. مثلا المتحديات اللي عند الشباب والسباقات وتسلق الجباد والحاجات دي كلها الى اخره. المراثونات القفز من الطائرة بالبراشوت. دي كلها عشان ايه تجذب المجتمع كايه. يقولك اه الجمعية دي بتعمل كل سنة مراثون. او كل سنة بتطلع مجموعة من الشباب بيطلعوا القمة افرست. او يروحوا صحراء المغرب. او يروحوا الصحراء الغربية في مصر. او يروحوا الصحراء في السعودية اللي هي الرمع الخالي الى اخره. وبيجمعهم من خلال هذا التبرعات. او في حاجة كان جميلة جدا في بروسانيا اسمها كومي كليف اللي هو تجمع التبرعات عن طريقة ادخال السرور البهجة والضحك على الشباب والاطفال. دي بعضهم التميز المتميز في الجمعية. افضل يا بعد كده. من اهم الاستدامة احنا عايزين كلنا عايزين تبقى جمعياتنا مستدامة. تفضل موجودة الابد الظهر. زي ايه؟ انا بضرب الجمعيات الموجودة بقى اكثر من مئة سنة. يمكن انا تقربتي في الجمعيات العربية دي بالجمعيات الشرعية. اللي هي عدة مئات سنة. في مصر. في جمعية اسمها اللي هو جمعية انجليا. دي دلوقتي بقى لها يمكن اتنين وسبعين سنة تلاتة وسبعين سنة. في جمعية اسمها جمعية السعيد برضك بجمعية الكاثوليكية. دي بقى لها يمكن قرابة تسعين سنة. اوكسفان يمكن تسعين سنة. سيف داتسولدر مش فكرة. فكل الجمعيات دي بقى لها عشرات السنين. بس انا عايزها تبقى مئات السنين. ازاي؟ من الاشياء اللي بتحقق الاسدامة انا قلتها قبل كده. تكون التحالفات والمنتديات. وعمل التفاقية بيننا وبالمنظمات وطنية ووزنات غير وطنية. الاتزام بالمعايدة الشفافية والتعاون المحاسبية. عدم التنافس على المال. لان هو يفرق الناس ولا يجمعها. وعدم الكيد والمكيدة لزميلاتنا وزملاتنا في المؤسسات الاخرى. نتنازل من اجل ان نجيب له واحدة بتاعت هذه الجمعيات عشان يوضع مع طاولة واحدة. بعد كده. الخروج من حيث المنظور النمط التقليدي. ده ما انتم في الاول. نعمل نفس الشيء. لو احنا جينا وعددنا والوظائق ايه? اول عشرين ثلاثين مشروع بتنفذوا الجمعيات العربية والاسلامية. قد تليهم واحد. استنبا واحدة. استنبا واحدة. ابيه الجديد? نفيش جديد. كل يسمح ان يصحى من النوم في رمضان. كل يصحى في النوم على الكوارث. كل يصحى من النوم على الأضراحة. ده هما هي الثلاث مواسم. اما كارثة. او رمضان ومشاريعه. او الأضراحة ومشاريعها. الخروج من حيث المنظور النمط التقليدي. اللي بيقوده المتبرع النمط التقليدي. ليس فقط في التنفيذ ولكن في إدارة المؤسسات. مين يبدين المؤسسة؟ أنا أغلب المدينة المؤسسة الناس طيبين. على خلق كريم. متطوعين. لا يستفيدوا من المدينة. لكن ما عندهمش. أفق. في مجالات الفكر الإنساني المؤثر للعمل الإنساني الوطني والعالمي. جزاكم الله خير. ما نحن في النهاية العملية مش أكد شرب نايم تلبس. العملية تطور. تقدم. وجه. ابني. ارفع. دافع. قف. افرز. مش أكد شرب نايم. مش أكد شرب نايم. خلوق من حيث منظور النمج للتقديد لإدارة المؤسسة. دقات أمور المؤسسة. ونتقل بقى حيث المراحلة التي نريد أن نصل إليها. والأهداف التي نريد أن نحقيقها. وسوف ساعدنا على التقديد الجديد لكيفية عقل الإسلامة. من غير ما نطور المؤسسة. مش حكون في إسلامة. والتطوير ده شيء دائم. دائم. يعني مثلا. خلايا الدم متجسمنا. بتتغير كل مئة واثنين مئة وعشرين يوم. لو فضلت زي ما هي حصلنا غلط. فأيه بتتغير علشان ربنا يجد بيها دورات الدم اللي فتاخ الأكثر. إيش دخل القوة النعمة ودي كان جزء محاضرة أخرى نعمة كنتم سمعتوها. قوة نعمة هي قوة سعبية. سهلة. تدخل أي مكان الذي استطيع أن يدخله أحد. قوة نعمة. إحنا مش فاهمين إن العمل إنساني من قوم ده هو نفسه قوة نعمة. لابد إحنا نقف وقفة قوية جدا. عشان مع أنفسنا عشان نشوف إزاي نستفيد مع هذه قوة نعمة. لكي نصل بفكرنا وثقفتنا وقيامنا وأخلاقنا إلى المجتمعات التي هي صاحبة حق في المال اللي عندنا. العمل إنساني قوة نعمة. إحنا مش من ندرك. إحنا منحول عمل إنساني مجرد ايه مشروع وخلص. برنامج وخلص. لا. هو عمل يجمع حوله شتانة الأرض. يضم الجراح ويكافك في الدموع ويبني المجتمعات ويربط الأواصر. ويؤدي إلى وجود قيادات مجتمعية تستطيع أن تقف من أجل دعم مسيرة الحرية وبناء المجتمعات في الأوطان. دون أن يصل نباحة. وإنت بتعمل شوف إيه القوة النعمة دي. لابد أنت شخصيا في مؤسستك أنت شخصيا وأنت شخصيا. أنت وأنت متسويين. تحددوا معالم هويتنا الثقافية. طاعة المؤسسة. لازم يكون لك شخصيا. لازم يكون لك هوية. والمعالم دي بعض الناس هيحبوها. بعض الناس هيخف منها. بعض الناس هيكرواها. بعض الناس هحرصوا عليها. بعض الناس مش هحرفوا. لازم يكون لك عندك شخصية. شخصية أخلاقية. شخصية قيامية. شخصية فلسفية. شخصية نتكلم فيها الشيوعية. شخصية إسلامية. شخصية علمانية. شخصية ونقيم علاقتنا مع الجهات المختلفة في نفسنا. نقيم ونقيم في نفس الوقت. نقيم ونقيم. من أهم القوى النعمة. نتكلم خلاف العمل الإنساني. الإعلام والأدب والفن والاستقراف والأزياء والطعام والجاذة والرجال وهكذا. لكن لابد يا شباب تعرفوا. العمل الإنساني قوة نعمة كالحرير. تدخلك إلى أماكن لا تستطيع أي قوة أخرى أن تدخلك أن يجب عليها. دى العمل الإنساني بقوة يجب عليها. ده العمل أما بنتدرج فعملنا الإنساني إحنا خرجنا من التقديد للتقديد للقوى بنعمل دبلوماسية إنسانية أيوة دبلوماسية إنسانية ايش معنى الاخرين يعملوا حاجة اسمها دبلوماسية إنسانية ايش معنى الاخرين يعملوا ايه دبلوماسية شعبية واحنا عاديم ما بنعملش حاجة يقولنا دبلوماسية نبقى زيهم يقولنا إنسانية نبقى زيهم يقولنا شعبية نبقى زيهم طيب واحنا بنعملش ايه عاديم بنعمل ايه والإمكان دي كلها معنا ما ينفعش واحنا في القرن الواحد وعشين والمعلومة متاحة زي الماء والهواء دمان المعلومة عشان كان الشاب يجيبها هو إحنا لما كنا نحب نجيب معلومة كنا نروح مكتبة عشان نجيب كتاب ونقعد نقرأ في الكتاب ونطلع ونقول الكتاب قال كذا في إنترنت دلوقتي المعلومة بتجيلك بالتك على الإنترنت التك على الإنترنت دي إحنا ما تعودناش عليها كنا بنمشي كان فيه مكتبات كبيرة ونقيد كتب صفرة لأحواشي ونسأل المدرس ده ومدرس ده ومدرس ده عشان ناخد معلومة منهم عشان نتعلمها ونحفظها أنت زي وقت يا شباب كل حاجات دي متاحة عندك سواء هنتقنا دول المسايا نعمة هنسمي دول المسايا شعبية هنسميها قوى نعمة كل هذه الأشياء أنت مفروض يا شاب ويا شابة تعملوها عشان الآخرين يلتزموا بما أفرصوه من قيم ودبلوميسيات سواء كانت إنسانية أو شعبية أو قوى نعمة تفيد بقى يبقى الدبلوميسية الإنسانية مهمة جدا ممكن أن تقولوا دخل الدبلوميسية في العمل الإنساني لا دخلها بيستفيدوا منهم بياخدوا منهم التقارير الإنسانية للمناطق اللي فيها صراعات مسلحة والدول والحكومات عايزة تعمل حل معين فبتستشير مين؟ بتستشير مؤسسات الإنسانية على الأرض سواء كانت محلية أو دولية تحت غراء أو تحت غطاء هي مؤسسات أم التحدي طبعا عندك كامعة الدبلوميسية عن النعم الإنسانية فيها خبرات فيها في مؤسسات يعني أنا في الحتة دي بس نحاول إيه؟ إحنا عندنا خبرات متراكمة داخل المؤسسات حتى لو الموظف مشي يكون فينا بين إيه؟ بيننا وبين دوقات خطرة فيها خطرة فيها كده ها علشان يرجع لنا بخبرته في أي شيء نعمله كمتطوع ونقطعش الحبال بالنبل وقد تكون هي حلا لعدد من التحديات اللي بتوجد بنظام الإنسانية ما فيش حاجة اسمها يعني صدامية إنسانية لو أنت صدامي في العمل الإنساني ما حتش حعود معك حتش حعود معك لكن دبلوماسية أنت تعرض قريتك الإنسانية بدبلوماسية رقية يلتف حوال الآخرين طبعا يكون في بعض المعايير اللي هم نتكلم عنها اللي هيا الحيادية والاستقلالية والشرفية والمرجعية والإنسانية والمشاركة وعدم الحياس دي كلها معايير العمل الإنساني على مستوى العالم كله خلاص نقطة اللي بعد كده إيه بقى المشاكل اللي احنا بنواجهها هاونا نحطها نجبها في الآخر خالص 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 طيب أول حاجة نقص المعارض البشرية ده الكفاء نحاول ندور بإبرة شايفين الإبرة بس عايز نجيب إبرة ما عرفش الكاميرا مطلعة دي هادي الإبرة هو زي العلم في البحر على سمكة يد سمكة يعني حوت لكن سمك سردين فاعدين نشتغل في العمل الإنساني خاصة في الامدي إذا كان نعمل ده تابع للمنطقة العربية أو مع المؤسسات الإسلامية عشان الحرب اللي دايرة ضد الإنساني نعمل المؤسسات العربية والإسلامية دي مرة واحد عندنا عجز شديد شديد أنا أتكلمك على مستوى أوروبا وعنستوى أمريكا مش مستوى العالم العربي هنا في بحبوحة العيش والسعة الأفق السياسي السياسي والمساعات الحريات عندنا عجز شديد في الموارد البشرية إن الجامعات تكلست واعتمدت على ما هو موجود مربتش ما سوف يكون موجودش هنا بعض دي نمرة واحد نمرة اتنين من مشاكل الثقافة الانا انا 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 انت مين انت؟ الثقافة الفردية والشالية ها مش شكلية الشالية والاستئثار ها مش ايه مش يقتلنا على أنفسهم لا يستئثلنا لأنفسهم لجمعيته بس دي بتدمر كل شيء إنها الحالقة تم فساد ذاتبين عدم وضوح المرجعيات المحاسبية ونقص معالية الصخفية ما بتقولش كل حاجة عندك بتعمل تقريب مالية مضروبة يعني في احد السنين شافر الحكومة التركية والحكومة السويسية لقوا أن الفلوس اللي موجودة في البنوك أقلب كثير جداً بقضية سوريا بالذات وغيرها من الفلوس اللي موجودة في أدبيات الجمعيات يعني مثلا إيه؟ في البنك في خمسة مليون أو أنا صرفت عشرة مليون طب فينا خمسة مليون التانية يعني في اتلافة عمل من تلاتين سنة تقريباً خمسة عشرين سنة فمسؤول الاتلاف ده تعرف عمل إيه؟ أنا مش حاول بالتفصيل حتى ما حادش إيه يزعل من الشخص أو يزعل مني جمع كل الموارد المادية بتاعت الجمعيات اللي في الاتلاف وعملها كموارد مالي للاتلاف بتاعه فأصبحت بومبة مليار دولار جمعين دون كان في بقى شخصيات سياسية على اجتماعية على كذا صلطة كده تصنفوا الاتلاف وبدأ عدم مضوح لمرجعات المحاسبية ونقصم على الشرفية الثالثة العشوائية عدم مضوح الرابعة اللي هي العشوائية ياسف حاسبية إلى رئيس المجلس يقول لك أه أه أكلمني فلان أه أكلمتني فلان أه 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 يعني كأنه قاعد على البوس المؤخذة فين الدراسة فين البحث ما فيش ضاعي بقى انت مش هزيف خمس تلاف دولار ودخل في مشروع بمليون دولار ولا باثنين مليون ولا بكذا ولا كذا ممكن بعدها ما يقولوا الدراسة والبحث دي المليون او الاثنين مليون يضيعوا عشان انت ما اقمت اشتهم دراسة تكلفتك خمس تلاف دولار او خمس تلاف جنيه او مثلا خمسين الف ريال او درهم الاخر شو بتبقى القصور والانكفاء الفكري عدم وجود نظام تلاول السلطة وشافيت اختيار يا فلان خمس قد التليفون او صباح الخير يا فلان صباح النور ايه رأيك تجي تبسك انت رئيس مجلس له نرتبها مع بعض طب ايه رأيك انت بس ايه تبعتلي واحد يكون ايه يعرف ايه من حبة مشاريع نرتبها مع بعض ايه رأيك عندك فيه اخت كده نجيبها ان نوظفها عندنا يعني تبقى بس حاجة صورة حلوة كده ان احنا عندنا نسوان نوظفينهم تبعتلك يا فلان ايه الكلام العبيد ده دي مشاكل من وجهها الى الان عدم وجود تدور السلطة وعدم وجود شفافية بالتليفون خلط الاوراء انا عمل انساني عمل انساني عمل سياسي عمل انسياسي عمل اقتصادي عمل اقتصادي عمل al dramي عمل ال dramRY وهكذا اتخصص في عمل ديني عمل ديني عمل دعمي عمل دعمي وهكذا لكن ما بقاش هناك كله على كله لما تشوفه قوله دي كان اغنية زمان بيغنوها في مصر كله على كله لما تشوفه قوله تقوله ايه الله معرفة يعني ايه كله على كله مش عارف تكنية اغنية يعني ده على ده يطلع ده ده انت عارف ده ايه فده ايه ولا اللي حيطلعي شكل ايه تبقى كامل يوجع البطل مش هيدينا بيشاركات مع التانيين ان احنا متعورين من جوه وعن ايه حاجة كنا يعني لا 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 اصلي قيامنا اصلي كذا اصلي حاجة ايه نحن بده دي مساكل مفيش ما بنسقش في الشاب والنساء وهم يمكن تلتين او ثلاث اربع المجتمع وكل واحد في الفئتين دول ليه ثقافة تختلف عن ثقافة الرجال وليه عواطف وليه تكوين جسمي وجسدي يعني و ايه وروحي تختلف عن الرجال تماما والمجتمع يحتاج التلاتة يحتاج الحركة والفوتوة في الشباب حسبك العاطفة والرحمة في المرأة ويحتاج السلابة والقوة ايه السلابة والقوة ورجحة العقل والحكمة في الرجال القوانين معناش قوانين ولا لوائح انا وقعد معنا بقى جابنا القوانين اللي هي موجودة على الرف بتنفذها حطنا لوائح بتنفذها او يكون في قوانين ولوائح الحكومة عاملها بتعوق الشأن عمل الاثنين يعني داخليا انا بنفسي او الحكومة عاملة قوانين هي بتعوق العمل على مستوى الوطن وعلى مستوى الدولي عدم موجود خطط الميزانيات وعدم الالتزام بالموجود من خطط الميزانيات ممكن نعمل خطة من ميزانية ونعمل استراتيجية مونتزمش بها مونتزمش بها ريلي اخر واحدة فاطمة عدم موجود خطط وميزانيات وعدم الالتزام بالموجود من الخطط والميزانيات اللي بعدها العلاقة بين الجمعيات ومراجعها الحزبية الدينية العرقية والفكرية ايوه ودي خطيرة جدا انا ليس عندي اي غضادة على الاطلاق ان حزب معين يعمل نفسه جمعية تقول الجمعية بتاعت الحزب X جماعة الدينية تقول الجمعية دي بتاعتي مرجعية الدينية تقول الجمعية بتاعتي عرقية تقول دي بتاعتي وهكذا لكن نعمل جمعية يبقى وقهتها شيء وانا بقعدتها من الخلف لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش يوم من الايام حتد ايه هتتعرف وهتوقلق الجمعية ياريتها بس هتوقلق الجمعية حيوساء لكل القطاع الخيري في بطنك شوف فيها لك ايه شوف دي يعمل ايه حيوساء لكل الاحزاب والناس الحزب واحد وكل الجماعات الدينية والناس الجماعات الوحدة كل العرقيات والعرقية واحدة ليه لان احنا فاكريين ان احنا ايه يعني ايه احنا شطار قوي لا انت مش شاطر بالتليفون ده الشباب اللي انتو شايفينه معايا اعرف انتو شايفينه ولا لا في برنامج يرعبك وانت في قط النوم بتاعتك يسجلك وتصورلك بتخبي على مين بتخبي على مين والتالي لو كان في هناك اي علاقة عضوية اعلنوها ما فيش علاقة عضوية اعلنوها ايضا لكن تحققوها بعد كده يا فاطمة ما فيش قيمة عمل حيقاس من غير اثر دا النهاية دا النهاية جزء من تكلفة البرنامج والمشروع انك تقول والله المشروع ده حيتكلف مئة الف فيه في الاخر عشرة تلاف لقياس الاثر وإلا احنا بنهدل اموالنا بدون ان نعرف اثارها الاجابة عن المختلف تتحط في داخل مكونات المشروع ما جيش مانح بالك لا انا اثر ايه اللي حقيسه لا انا هتدريب ايه اللي حقيسه لا ما ينفعش انت اصلا ما بتدلقش مية على ارض سابقة لو لم تقيس الاثر وتدرب الكفاءات وتؤهل الكفاءات ها هيبقى كأنك بتصب ماء على ارض سابقة لن تخرج منها لن يخرج منها زرعان وانا مع المنصة اخواننا بتاع الرواد باشكرهم جزيل الشكر ومع زيرة انها طولت شوية في الكلمة لان البرنامج يعني الاخت ام الشام او الاميرة تقول لنا يعني هي قبسات كده لو طبعا وروحنا في رمضان عالية في اخر عشر قيام يعني وانحانا نقول لنا يمكن ربنا ايه يعني اكرمنا انا والاخت فاطمة عشان ايه نحاول نوصل لكم المعلومات اللي عندنا وهي معلومات مش جديدة ومعلمات مش مبتكرة وابداع لكنها معلومات علشان اللي ما يعرفش يعرف ونهنيكم ان شاء الله بخواتيم رمضان تكونوا من العتقاء نار ان شاء الله وتكونوا من ستخلنا الجنة من جميع بوابها ان شاء الله وفي نفس الوقت نهنيكم بعيد الفطر المبارك واحتمال انكم عندي كلمة تانية ما عرفش هتعلن عنها الاخت ام الشام فيما بعد في المنصة في رواد ان شاء الله ونشكر للشباب اللي كانوا معنا اخت ام الشام معنا نعم في نهاية هذا اللقاء نتوجه لا 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 قولي كلمة كده بس غير الكلام الرسمي ده نعم شكنا جزيلا انت شكر الناس اللي عندك اللي عندك دول اللي عندك العديد نشكر الاخوة والاخوات الموجودات معنا نتشكر ايضا الاستاذة فاطمة على فسن الاداء والموجودة معنا وجزيل الشكر والامتنان للقدوة الحسنة في العمل الانساني الخيري الدكتور هاني البنة ان شاء الله على امل لقاء بكم يوم الجمعة بإذن الله شكرا جزيلا لكم وبرك الله فيكم وجعله الله في ميزان جمعة الخميس يا ام الشام فاطمة حددت الجمعة انت قلت 28 و29 عشان بس عارفين انت وصار بعض ان شاء الله ننسق في المنصة في المنصة بإذن الله على الفيس وننسل الاعلان ان شاء الله يكون الاعلان منتشر اكثر بإذن الله انا حددت لعالم اوم الجمعة اتواصل مع فاطمة بإذن الله جزيلا لكم وبرك الله فيك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم